أتساءل إذا كان ينبغي علينا أن ننظر إلى واقع احتياجاتنا بطريقة شاملة أي كنتيجة الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية على المدى المتوسط وكذلك الطويل ورثما يتحقق هذا الهدف فإن أفريقيا ومختلف شركائها مدعونا إلى توحيد جهودهم في عمل جماعي لتحسين جاذبية وفاعلية التمويل الخارجي وحتى تتحقق هذه الغاية فيفرض علينا تقييم نموذك التمويل من المانحين والذي كان سيدا في الماضي لتوضيح حدوده واقتراح بدائل يتم تعديلها وفقا لمنطق الشراحة الشراكة المربحة للجانبين أصحاب السعادة سيداتي وسادتي أود أن نعود إلى موضوع هذه الاجتماعات السنوية والتي تتمحور حول تغير المناخ والنمو الأخضر بدين ذي بدين أود أنه هنا رئيس مجموعة المكة التمويل الأفريقي على اختيار هذا الموضوع الذي كما ذكرت علىه هو موضوع السعى بشكل لافت للنظر فالأضرار النجمة عن أصال تغير المناخ مدمرة ولا سيما في القارة الأفريقية فمنذ عام 1970 أفريقيا كانت ضحية للفيضانات المتكررة وحالات الجفاف التي أدت إلى خسائر في الإرادات تقدر ما بين 0.4% و 0.7% من إجمال الناتج المحلي على التوالي فالنتيجة كما تعلمون هي زيادة في احتياجات أفريقيا التمويلية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته وبالطبع هذا العجز سيتزايد ما لم يتم عكس الاتجاه الحالي وينتج عن ذلك الضرورة الملحة للاتفاق على مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ الموقف الأفريقي المشترك الذي تم طرحه مناقشته خلال مفاوضات كوب 27 الأخيرة والتي عقدت هنا في شرم الشيخ وبالنظر إلى التدور في المالية العامة للدول الأفريقية سيعتمد التخفيف من قيود التمويل بالتأكيد على احترام الالتزام الذي تعهد به المجتمع الدولي ولكن كذلك على الجزء الذي سيكون مستحقا لإفريقيا في سياق يكون في الوصول إلى إخضاع هذا التمويل إجراءة معقدة في بيئة تنفسية للغاية في نظري فإن القضية الرئيسية تتعلق بالقدر على جذب التمويل الخارجي ومن ثم ستواجه دولنا الأعضاء التزام بالحد من مخاطر الاستثمار من خلال إجراءات وإصلاحات مؤسسية مناسبة يجب أن تكون واضحة ومنع الكامل لكل أشكال الفسادي والإفراطي في الفواتيري واختلاص الأموال العامة وكذلك انعدام الأمن القضائي وقاعدة ضريبية غير ملائمة وتدفقات المالية غير مشروعة وما إلى ذلك فبدون بداية حسيمة العصر الجديد من الحكم الرشيد والشفافية سيظل مناخ الأعمال غير متبلوة ورامضية ومثير للإجتماعي فأنتم أعلم مني بأن أفريقيا تخضع الإضراء بشكل غير عادل باحتمراها منطقة علية المخاطر فغالبا ما تصنفهم مكانات التصنيف في أسفل التصنيف مما يثبت عظيمة المستثمارين الأجانب بشكل واضح فأغلى أمانية هي النوع الرغم من تعقيد الموضوع فإن عملكم سيقود إلى طرق تسهل الرفع الفعال للقيود المالية التي تعوق تمية أفريقيا ولتحقيق هذه الغاية أناشدكم نيابة عن شعوب القارة أن تخدمون بعد كل الإضاحات التي لاغن عنها وبأفعال وقرارات ملموسة ومحددة أنتم تعرفون ما يقوله أعضاء النخبة الأفريقية في تواصل يا سادة كبار المسؤولين عن التمويل اخدمونا بالأفعال وفروع وعودكم ولا تلموني لكوني رسولهم البسيط شكرا جزيلا لحسن استماعكم موسيقى